هناك عدم مبالاة في أغلبية القرى والمدن العربية في البلاد وأنا أعلل بسبب خيبة الأمل اللي كانت في آخر أربع حملات انتخابية المواطن العربي يدفع الثمن من هذه الانتخابات ومن الركود طبعا الاقتصادي والمشاكل العنف والآخري كل الوعدات اللي كانت اتجاه المواطن العربي لم تنفذ على أرض الواقع وكل الجولات تبعت أعضاء الكنيسة العرب اللي كانت في القرى ووعدوا بحل المشاكل خاصة في موضوع التخطيط والبناء وموضوع الجريمة والعنف هذه الأمور لم تتقدم تقريبا ونحن نسمع عن الجرائم اليومية في المدن والقرى العربية نحن نرى أوامر الهدم اللي موجودة في كل القرىنا ولذلك هناك خيبة أمل والمواطن لا يهتم ولا يكترث بهذه الانتخابات نحن واجب علينا أن نوعي المواطن أنه إذا ما ذهب لهذه الانتخابات وضعنا سيكون أسوأ على كل مواطن أن يضحي في هذه الانتخابات من أجل تغيير لأنه الواقع إذا ما غيرنا هذه المرة سيكون أسوأ لنا جميعا وسندفع الثمن بلاش نحن نتندم على أمور لأن نحن نقدر نغير إذا نسبة التصويت كانت عالية جدا ممكن أنه اليمين المتطرف وبن كفير وآخرين وكل اللي يعني سن قوانين عنصرية ضدنا ممكن يخسر هذه الانتخابات وإذا جلسنا في بيوتنا فنحن سنخسر وهم سيربحوا وسيكون الوضع يعني أسوأ هناك نشاطات في حزب الليكود يلومون رأساء المجالس الدرزية الذين يدعمون ساعر وقانس ويرون أن هذا إنكار للجميل ما رأيكم في هذا؟ طبعا إنكار للجميل كان من قبل حزب الليكود لأبناء الطائفة الدرزية اللي يضحوا على مدار سنوات طويلة جدا يعني نحن منشوف من سننا قانون قومية ومن سن قانون كامينتس قانون التخطيق والبناء 490 أمر هدم فقط في القرى الدرزية 120 أمر هدم في دالة الكرمل وعسفيا وأقل غرامة هي 300 ألف شكل هل هذه هي المكافأة على الإخلاص لدولة إسرائيل؟ يعني حزب الليكود كذلك تخلى عن عضاء الكنيست الدروز والمرشحين الدروز وليس هناك أي مرشح عربي وهذه لأول مرة نحن ذهبنا إلى الليكود على زمن يعني بيجين عندما كان شخصية أول إشيء عنده استقامة وقال إنه يجب أن تعطى المساواة لجميع المواطنين وقام بأعمال كبيرة جدا مع قادة الليكود اللي كان عندها احترام وتقدير والآن نرى يعني أسخاص لا يهتموا ولا يكترثوا بنا فقط شعارات ومن هذه الشعارات في نهاية الطريق نحن خسرنا خسرنا في أصعب الظروف هناك إحباط لدى الشاب والشاب الدروزي من حزب الليكود ومن قادة الليكود ولذلك يعني أنا أستغرب هذه الأقوال من قبل الليكود بالعكس من سيقول هذه الأقوال في الصندوق وفي الانتخابات القريبة في 1 نوفمبر هم أبناء الطائفة الدروزية والأقليات الذين لن يصوتوا إلى الليكود هذا الحزب الذي لطم الدروز ولطم الآخرين بصفعة قوية جدا لن ننساها أبدا يعني الفرصة الوحيدة هي اليوم لغانتس غانتس سيكون رئيس الحكومة القادم لأنه لبيد لا يستطيع يعني أن يوحد الصفوف على سبيل المثال شاس ويهدوت تورا عبارة عن 15 مقعد لن تذهب مع لبيد لبيد لا يستطيع أن يقرب وجهات النظر وأن يوحد جميع الأحزاب الإسرائيلية وكذلك نتنياهو يعني نتنياهو نحن نرى سعر لن يكون هو وغانتس مع نتنياهو غانتس آمن في نتنياهو ولكن في أول فرصة قام بخيانة الأمانة نتنياهو ولذلك الوحيد الآن الذي يستطيع أن يأتي من كل الأحزاب إلى اتلاف كبير اللي يسأل لـ 71 مقعد اللي يعود بالفائد هذا الاتلاف على شعب إسرائيل من ناحية اقتصادية يعني يجب كذلك محاربة غلاء المعيشة وعطاء الإمكانية أنه كل مواطن ينهي مصاريف الشهر باحترام وتقدير كذلك الموضوع الأمني نحن نشوف الوضع في الشمال وفي الجنوب ونحن نشوف تهديدات إيران وإلى آخره وخاصة كذلك المشاكل الأخيرة مع لبنان نحن نريد كذلك استقرار الأمن الخاص في داخل إسرائيل الإجرام والعنف يتفشى كسرطان وينهج في جسم كل مواطن عربي في كل قرية وفي كل مدينة هناك أمور كثيرة جدا عالقة وهذه آخر فرصة للمواطن العربي